السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نقشر التوم بعد توصيل المحضر سوف نقشر المحضر ونقشر المحضر ونقشر كما نفذر كما نقشر المحضر الفم تاني هو يا حبابي بقشر الطومة بالسكينة علشان انا جربت مرة ضوافري حرقلي صوابعي. فاحنا هنعمل هنسنينا نملك جردل لها واما نخلصه برضو هنشوف هنخزنه الزي. بصر بقشر. والقشر هنسيبه عشان هنعمل فيه حاجة تانية برضا. هنضربه في الخلاط. عشان الاشرة ايه? طرية. طرية. هنضربها في الخلاط. مع فلفل اغدر وشطة وتوابل. ويبقى دلتت بلات السمك. يبقى طعمه جميل جدا. اه بطكرت بتالبلات السمك. مع لمون. اه. كله يندرب في قلب الكبة بتاع الخلاط. اه. دي ماما كانت بتعملها لنا برضو. بس كان تعملها طحفة. ياليب برضو تبقى تجربوها. علشان نبقى كلنا توقم. نبقى كلنا نعمل سبق بعض على طول. بس ادعولي بس على الامتحانات. انت هتانيك انت تتقشر يا انا مش هقشر? لا. ليه? عايز. محب اقشر. محب التقشير. طب ميخلص الميرجع لون تاني? اه بس. الوقتي اخيرا قشرنا كله. هنعمل اي دلوقتي? اه اول حاجة هنعمل. نحطه في الكببة. نحطي بس. نخلطه. وعدين هنحطه في اللايب بدي. و هنحط عليه الزيت. هنحط عليه الزيت. هو الزيت. ايه? مارجانة. 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 بصوا دي كببة غريبة. نعلش بس. نيه كببة هي كببة الطوم يا رغط. يعني هما المات. سواني. خلي رغط يا تمسك التليفون. دلوقتي انا عملناها في الكببة. اه عشان عملناها في كببة الطوم. مارجانة تستغل. فقلنا نعمل. انا انا محضرة ان انا بطوم ومستنيها. دلوقتي انا بستعمل الزيت. والااا والعلبة. طبعا انا بشيل الكببة كده انا بقلبها. عاوز اقول لكم انا نصيحة برضوك. انتوا لازم تحطوا غطط للعندة. علشان ممكن تحطوا كده. ممكن يبور. ممكن يخش فيه نامل. لأ اما يتحط في الطلاجة. وده نامل ايه. عرندة طوم. طوم. لعمل. لازم. 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 عشان ما يسود. لازم. لازم. لازم نضرب. اضم. مفروم كله. هفض دلوقتي في البطرمان هت يا اوضة. فضيط 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 وماما فضيط دلوقتي بعد ماما طحانيته كله تحم فضيط ما لها الريحة اه مش قادرة مش قادرة هنغطي بقى بالزيت كده بسم الله ان شاء الله ده مزيت كتير يا ماما اشرفه ده كله لا هو لازم يتغطى بالزيت كده عشان الريحة بتاعته ما تغيرش وعشان يتنيه حل وكده كده انت وانت جاي تستعمليه تاخدي منه فالزيت عادي مفوش اي مشكلة خالص بس هيبقى مادة حافزة ليه انتو لازم تستعملوا للملوخين وماما عملته مرة والله كان دعمه فضيع اغطي اغطي بس كده كده تمام نغطيها جامل كده تمام حطيه بقى في الفريزر شجراله اي حاجة وتمام كده حلوة اوي يلا بقى نشوف القشر استنى عمي استنى عمي ايدي القشر الطري القشر الطري اللي كان في التومة من جوه لان التوم احنا مؤشرينه وهو طري اهو القشر الطريه خالص دي بصو القشر الطريه ازاي وفي فصوص طوم بتبقى اللي هي بتبقى في الساق نفسه مش اللي هي راس الطوم نفسها لا اللي بتبقى ايه في الساق اللي هي بتبقى في الحتة الطويلة دي ايو اللي في الحتة الخضراء هنحط بقى شوية القشر دول هنا كده في الكبه ما كان ما تحنا هت يا قودة كده كده دول دول هينطحنوا وانتحطوا في وقت واحد في كيس لوحده تمام؟ هنجب كيس لبن اي كيس تمام؟ ماشي هنشوف دلوقتي ونتحنهم وارجع لكم تاني هيا يا ماما حطت ملح وواه ثوابل ثوابل ملح وثوابل وهذا القشر اللي قلنا لكم عليه والقشر اللي قلنا لكم عليه عملنا؟ تفرمي معي فلفل اغضر فلفل احمر تفرمي معي لمون او قشر لمون كمان يعني اللمونة كلها كده تحطيها وتفرمي معها في الخلاط والله العظيم وحياة ربنا دي احلى كدبيلة للسمك لعلمك القشر دي تمام وريحة اقوى من التومة نفسها شميها يا قودة؟ او شميها يا ماما طبعا واجبنا كيس لبن عين هاه معاديها في الكيس برضو هحطوها مزعر ساقل مسكرة غريبة ماما هحطوها برضو شوية زيت اه 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 تمام تضربه في الكبه الخلاط لو حسيت انها لا تستعملها تستعملها مع السمك على طول ويا رب يكون ايه؟ الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير سمسكرايب وكومنت وما تنسوش تفعلوا زر الجرس ده اهم حاجة باي باي